باسم يسوع الذي بيته جاب كل تلبات يا رب يا رب فتحنا الدعوة يا رب يا رب أمين يا رب فتحنا الدعوة أمين يا رب فتحت الدعوة يا كنيسة أميني بالمعصابي نواتي جايل ماسي عارس جاواتي يا فتحنا جايل ماسي جايل ماسي عارس جاواتي يا فتحنا يا رب موردي عجل موسيقى 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 مغربت يومين عن الحلقات كان فيه حلقات بفترة المخرج من الحلقات القديمة وبيفكرين يا حسنين كان لك حلقات قديمة سجلتها وما اتزعيتش لسه فكريني حلو وفكريني اي حلقات نكون سجلناها وما اتزعيتش لسه عادر لتك لانك عندك حلقات كتير يعني في حال قيمت من عشرين يوم عملناها بعدك ما عرضت وليها لي بعتيني الرابط بتاعها حاضر انا اديها للمخرج واخليه المزلها طبعا الغياب كان طارق لغبطة الدنيا والناس واحتياجات الناس واحتياجات الاعيان بتاعت اخواتي وولادي وبناتي يعني الخدمة صعبة تدقوني بتاخد وقت طويل وانا يعني تعبت لاني بيشتغل اكتر من اللي يازم بشتغل يمكن خمستاشر ساعة يعني بشتغل لغة ملاقي نفسي بنعة ونواقف فصلوا من اجلنا الخدمة صعبة لكن رب المجد هو اللي بتحمل عننا احنا بنعملش خياجة احنا لو بنعمل حاجة هننفع ده هو ربنا اللي بيعمل وهو اللي بيشتغل صالوا من اجلنا دائما وتعالوا نسمع بنتكم حليمة تحكي قصة قصة زي الخياج وصدقوني انا متطمن للخدمة مش هنقلف ومتطمن لبنت الرب شايفين يعني واضح انها واضح انها بنت الرب واضح واضح يعني مش بنقلف ولا اصلي على فكرة هنقلف هنقلف مش هنقلف كل يوم ثلاث ثلاث اربع قصص يعني اعنا دينا ثلاث سنين يعني حوالي 2000 مش هنقعدش ولا العب قريب ولا اكبر كتاب العالم ولا تولستوي ولا شيكورف ولا اي ولا يوسف ادريس ولا حد من الكتاب العرب او العالميين يقدر يقلف القصص لكن هم اخوات المسلمين ولك انت بتقلف والناس دي هي 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 والصوت هو هو بس انتو لبستوهم مقاعد معراضي لايه لبسة قناعة ولا حاجة اهي طالعا لكم وشها اهو اهو مش خايفة طالعب وشها اسمعوا وما ترفضوش كلمة ربنا انتو انتو بتخلو الشيطان يضلم جلبك وما تخلكش تستقبل ما تفتحش قلبك تستقبل كلمة ربنا انت بترفضها فلما بترفضها مش هتوصل لك اكيد ان انت بترفض النعمة فانا طلبت منك حاجة انا قلت لك اعمل حاجة انا قلت لك اسمع ودخل كلمة في قلبك دخل كلمة في قلبك لان ربنا عايز يخبط على قلبك عايز يفكره بي عايزك تصلي عايزك تتزوق الكلمة عايزك تسمع القصص والدوب مع ربنا وتفتح حياة جديدة تفتح صفحة جديدة مع ربنا لان هنا كلنا في الخطيئة كلنا عبيد بطلون كلنا ما بنميلش حاجة تعالوا نسمع بنتنا اليوم ونشوف قصتها ايه اهلا بيك يا حليم اهلا بيك اتفضلي تكلمي انا مش هتدخل في قصتك انت منين وكنت عايشة فين انا بنتي عم كتير شكرا خادمة معي شكرا لاننا تعبت معاي كتير اشكرك يا بنتي اشكرك واجينا من بكان بعيد انا اجيت من بكان بعيد وانا سمعت صوت الرب اللي جاء خلاني اجي مجدليك يا رب واحكي اختباري بشكل صحيح يا رب مجدليك يا رب مجدليك يا رب وانا بدي اقول الرب هو بيدبر الاحتياجات امين يا بنتي امين وهو بتجيب ولاده لعنده كمان نعم يا رب نعم يا رب انا اسمي حليمة عمري 32 سنة من عشائر الرقة ودرست للصف التاسع من عائلة مستزمة وانا نزوجوني اهلي لعشيرة لشيخ عشيرة لشيخ عشيرة عنا برقة وكان عنده ثلاث نسوات تعرف كان عنده مال وسيارات وجاء تعرف انته كانوا اهلي ناس فقرة جدا جدا انت اهلك فقرة هو غني جدا كانوا بيشتغلوا عندهم بالارض اهلي وانا بس بخالص دراستي بشتغل عنده بس تجي عطلة الصيفية بشتغل معاها كانين الاسلام بعدين بعدين ضرب عينه علي وطلبني من اهلي والله اهلي اطوني غصبا عني كان عمر كام يا حليمة ماما وانا لو انت جرز زوجت اكتشفت عنده شغلات كتير كان عمره كام وانتي كان عمره كام يا حسنية انت معايا كان عوى عمره اكبر مني ثلاثين سنة وانتي اي اكبر مني ثلاثين سنة كان عن ختيار يعني وانا تغريبا عمري خمسطعش سنة يا رب يا سوا وكنت مخلصة صف التاسى يعني مخلصت دراسة تفضلي تفضلي كامل يا مام تفضلي طيب وزوجوني غصبا عني وانا كنت طفلي صغيرة يعني ما بعرفت كان عمري خمسطعش سنة وبكرا يعلولي اهلي بكرا بيدلليك وبيغنجك ويعني بركبك سيارة وبياخذك مشاوير وانا امبساطتي يعني عمري خمسطعش سنة بدني امبسط بالحكي هاته ويوم منتزوجت كان بيدلعني بيغنجني والحكي الحلو وجابلي جابلي ذهب وخلاني يعني مبسوطة كتير عيشت كان يزحك علي بالكلام الحلو ويغازني بالكلام الحلو وبعدني كنت عمري خمسطعش سنة يعني نشوف الحكي هذا بدي طفل ولد يعني عقل ولد وبعدين صرت تكشف عنده سي شغلات سيئة يعني صار عنده زواج المتعة زواج المتعة مثلا المتعة عنده بيت سري عنده بيت سري بسوي بيت متعة لزواج المتعة يعني هو بيقلد الزواج المتعة طب هو لما انت قلت له إيه لبتالي ولا انت ما قدرتش ما قدرتش توجهه لغلد الشيعة لزواج المتعة بيقلد الشيعة لكن هو مش شيعة يعني الزواج الشيعة هو سني هو بيعمل مثل الشيعة بيعمل مثل الشيعة بيعمل أي حاجة المهم 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 يستخدم عشان يفسط حاله بالحلال ومشان ما حد يقول له زنيت طب انت لما عرفت كده ما قلت لهش لأ عيب أنا قلت له قال لني لا مو هيك لا كان كان على الرسول زواج المتعة على دوره الزمان كان يام الرسول ايه كمان كان مش بعمل حقه غلط وقال لي كمان عمر انه كمان على الزواج المتعة ها كلهم عمر قال لي عمر كمان حرم الزواج المتعة قال لي طب انت بتتجوز لي تجوز متعة لما عمر حرمه اه انا بقولك هو انا زوجت زواج مو متعة انا ما زوجت زواج متعة انا بقولك انت لما كلمتي قال لك عمر حرمه طب انت ليه مستمري فيه مستمر فين لانه فيه هو معتبر محمد حلان هو معتبر حلاني اه يعني هو اعتبر انه عمر غلطان انه بطل بطل الجواز المتعة اه اكيد انا بطل الجواز المتعة ايه اهم اهم الناب بتاع كله هو اللي صح اعمل النبي عمروا بشيه الشي هذا عملوا النبي خلاص يبو هو يعمله مازال النبي عمروا به الشي هذا بدي يعمله واستمر على هالشي هذا واهلي وخبرت اهلي كمان قالوا لي مسكتي هلا ما بتحقي شي وانا 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 بالوقت هذا حبلت كمان يوم خلفت البيبي مات كل سنة بحبل وبروح وخلف البيبي بموت يا رب يسوع صار يقول لي صار يقول لي انت عاملي شي وصخ وعنيتك وصخة و يا ساتر يعني من شان هيك انت عام يموتوا الولادي يعني عام يموتوا من الجي بيون عام يت عشان الله يموت لك وعنيتك انت عاملي شي يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب خادمي طبعا صار عمري أنا هوني 23 سنة وأكتر وبالشت اجاوبوا وبالحكي وما اسكتوا خالص آخر شي صار يضربني ويعنفني كتير كان وصخ وكان كتير كتير كان وصخ وسي وحكي وصخ وكل شي يعني شو بدي يقول لك كان كتير وصخ معاي صار يقول لي آخر شي يمتني مثل الخادمة بتعامل لك مثل الخادمة صار يدعسني يجرب راسي ويعاملني مثل الخادمة ويضربني يحط 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 قزمته صباته يحط على راسي صبات يعني يشبش يحط على راسي ويقول لي ويقول لي انت المرأة زي في قزمة ساتر يا رب كان كتير وصخ معاي صار كتير وصخ آخر شي هربت رحت عند أهلك أبوك وامك ما مش معقول هيسبوك أنا هربت صرت أهرب عند أهلي وبعدين قالولي أهلي رجعوني أهلي على عنده قالولي أنت هذا نصيبك بدك تتحملي تتقبلي تتقبلي آه قال ما أبرته آه قال ما أبرته جوزة بيت جوزة ما بتطلعي ألا على المأبرة يا ساتر يا رب يا ساتر طب وإذا كان نيتل بس تبيل عيد بس تأيد أبي بس بقل له بس رجعني على البيت ما بيفعل قال أنت بيتك جوزك على المأبرة دوري وإبتلا بي أنا بدي أرجع البيت عم يعنفني عم يضربني عم يحكي علي وسخ عم يضربني عراسي ما قال لا قال مو ناقسنا فضايح عم تفضحينا ناقسنا حكي ووسخ وتفضحينا وإحنا بالبيت عنا تسع بنات إحنا تسع وخمس صبية يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إيه وبابا كان شغلت وعملت وبس يخلف عيال كان عددكم عائل يكون عنده عشر صبية كان عددكم كم يا حليمة ما بيحب البنات خالص كان عددكم كم كان عدد إخواتكم كم خمسة كان عنا عشر بنات وخمس صبية يخرب بيوتكم خمستاشر خمستاشر ليه يجبهم إزاي عشان يشغلنا بالأرض خمسة عشر من واحدة بس من ستة من أمك بس ولا ولا كم جوي هو يعد في البيت هو إحنا بنشتغل عند العالم وهو يعد في البيت يلم الإراد الباشة بق الباشة بق يحط في الجارة ويجيب الإزازة بالليل وأي واحد بيجي بدي يخطط كمان دغر يعطي دغر يعطي أي واحد شيل حمل حمل وشيل حمل وشيل بس ادفع كانت كسب بطاطا كانت كسب بطاطا الله كيف يجعط هاي واحد يعدي تعالى في كتير ناس والله في كتير ناس متخلفين شيل وعبدي يا الله بس المهم يدفع وكان بيدفع صدقني في كتير اي والله صدقني عشر بنات يا لهوتين اه مين ما يجي مين ما بيجي يخطه بشيل حمل شيل حمل يا رب يسوع وبياخذ بياخذ النقد كله لأله طبعا نعم مش انتم مش لازم يبيع نعم عريس نطين مهر ياخذوا كله لأله وانتوا تتبهدلوا يعيني ايوه احنا نتبهدلوا يا رب بردانين جوعان واذا برداني جوعانين ما بيدا حجنا ولا يهمه ما بيفكر فينا خالص يا ساتر يا رب ابا ايدي يا بنتي يا رب ايوه ويرجعني ابيين عن جوزي بياللي جوزي يرجع كل الكلب لعندي رجع وضربني ضربني كمان وعنفني وانوا يربطوني اياه عند بيت الكلب يا ساتر يا رب ارجعوا الشباب كمان وربطوني عند الكلب يرجعوا الشباب كمان ام بيصلي صرت ابكي وبعنفني وكل يوم يضربني وانت كانت اعلقتك يفقني ما بيفقني كان اعلقتك بربنا اله الاسلام مش كنت مسلمة قال قولي انا الله كان يقولك انا الله شو الحكي هذا شو عم تقللي قال قوليني انت الله استفر يا ربي انت تأبدني عبديني بيقولي عبديني لازم المرأة لازم المرأة عندهم دعبة جوزة اه محمد ليه حديث زي كذ اقمرت المرأة لأن تسجد لزوجها اه هو محمد ليه حديث واني قيمت المرأة مثل الكلب الاسود يا ربي كلب اسود حاجة غريبة يا بنتي المهم رابطك وانتي طب ما كانش بيديك اكل ولا لا 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 بعدين بعدين صار يربطني يجيبيني الاكل يربطني ويشحطني يشحطك يعني يسحبك على الارض يستي الاكل للكلب ما بيعطينا الاكل ستوا للاكل الكلب حدي يدي الاكل للكلب ويسيبك انتي ايوه والكلب يشحط للأكل ويجيب ليه الكلب كان بيجيبلك الاكل اه الكلب صار يجيب للأكل ويشحط للأكل ويجيب ليه وانا بصير بوطي على الارض وباقص ساها ساتر رب يا ساتر رب يا ساتر رب لانه ندي كانوا مربطين ما بقدر باكل بيدي صرت بوطي باكل صرت بوطي على الارض وباكل يا ساتر رب الكلب الكلب شف علي وهو ما شف ما عندوش هم المسلمين كده يا بنتي إلههم كده إلههم القذارة والجنس هو ده ما عندوش ما عندهمش رحمة ما عندهمش مشيخ قبيلة مشيخ عشرة وبرد كان برد وبرداني وإنه يا رب ساعدني يا رب ساعدني يا رب دخيلك ساعدني كنت بتكلمي مين أي إله كنت تتكلمي إله الإسلام أو كنت تتكلمي مين كنت بحكي قل يا رب ساعدني وإنه الكلب نطق نطق الكلب وقال لي المسيح المسيح بعثني لحتى ساعدك اليسوم لحتى خاصك إه أيها وإنتي لما لقيت الكلب تتكلم إيه اللي هصلك أنا غميت مساعدة غميت غميت بعد بشو يعني كلبي يحكي تخيل كلبي يحكي أغميت بعد بعرف شو بدي ساوي أغميت خالص يعني بعد أعرف شو أحكي بس الكلب يقول لي قامني بالمسير بس قامني بالمسير غميت قعدت مؤموغ معلك يوم انفقت يوم انفقت كان الكلب أعطعني الحبلي أعطعني الحبلي ومخلصني الكلب أعطع لك الحب وخلصني أيوة أيوة بسنانه بسنانه واو يا رب يسوع أنا شفته البعدين عاد شفته مو حلم هذا حقيقة لا مش حلم يا بنتي مش حلم يا بنتي ومشوفت الكلب الكلب بساعدني وبيطار على ايدي الحبل من ايدي بساعدني وجري كمان وجري بعدين بعدين صرت أهرب أرقض بالشارع بعدين شفت سيارة وركبت في السيارة ونا رايحة ع الشام السيارة كان في مره وزلمي قلت لهم شان الله ساعدوني ساعدوني وركبوني معهم واخدوني ع الشام بعدين حكيت حكيت للحرمة قصتي للمره ما صد ما حدش ما حد قالت لي اهربي على لبنان معجزة الكلب عمين يا رب وصلت لبنان اين حصل وصلت على لبنان ما قلتيش قلتيت على المقيمات اللاجئين ما بعرف وين بدي روح ضايع ضايع خالص ضايع ما بعرف خالص حدا بلبنان يا رب نقيت بنات عم يشتغلوا ببستان وقالولي وقالولي روح احكي مع منظمة الامم بيعطوك خيمة بعد وفعلا ساعدوني ايامنوني خيمة بتقاوى فيي وصلت تشتغل بالسهل بالفواكه بالخضار يا رب يا رب يا رب وبعدين غررت بروح عالكنيسة بحكي اللي زلجسار غصتي حكيت غصتي وطالعون الاخوات من الكنيسة واستقبلوني احلى استعبال وساعدوني واهدموا فينا كتير ولما حكيت غصتي اختباري بالكنيسة وقفوا العالم كلهم ساروا يقولوا هلو لاي 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 أبونا نزل دموع أبونا نزل دموع طبعا طبعا يا بنتي ايه لو من حكيت غصتي لو من حكيت غصتي نزلوا دموع طبعا طبعا المعقزاتني مش بتحصل لأي حاج كمان صارت تفكي أمن الراهبة كمان صارت تفكي مجدا لك يا رب مجدا لك يا رب قال لك مجدا قال لي الحال الرب يحبك يا بنتي مجدا لك أسوأ مجدا مجدا أنا أخذت أخذت الكتاب صرت أقرأ فيه سأقرأ أقرأ القصص فعلا نور 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 غير الإسلام والمسيح دقل يعني صرت أحضر دروس صرت أحضر عندهم كل شي أروح على الكنيسة ألتزم بالكنيسة حبيت المسيح يا حليمة الكنيسة صارت كل حياتي الله المسيح حياتي كله والمجد المجد ليك يا رب وله المجد وله المجد أمين يا رب أمين يا رب أنا ولدت ولادة كاملة بالمسيح ولدة جديدة مجدا ليك يا رب أي ولادة ثانية مجدا ليك يا رب مجدا اتعمدتي طبعا طبعا اتعمد امتى بعد بعد سنتين اتعمد بعد الكنيسة بعد سنتين من الحضور الكنيسة وطابعت إلى الكنيسة وصرت ودوس وبقرأ كتب أنت تعمدت أمين يا رب أمين نشكر الرب نشكر الرب ولتقتي بجوزك الحالي خمسة سنتين تعمد أدي لك خمسة سنتين متعمد والمهم لتقتي بجوزك الحالي بقى وخلافتي منه بعدين تعرفت على شاب مسيحي هو مثلي يعني أمه مسيحية عامل مسيحي آه يعني كان مسلم حبينا بعضنا وتجوزنا ألف مبروك يا بيبي عندي بنوتة صغيري عندي بنوتة سنها كان عمراء صغيرة أشهر 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 ربنا يخليها لك يا بنتي ربنا يخليها لك ربنا يخليها لك يا رب الله يا رب يخليك وهو فين جوزك نزل بدي يطلع تركيا يا رب يوصل بالسلامة وبعدين يبعدني هلا بسورية هلا بدي يطلع تهريب على تركيا وهيبعدلك لما يروح تركيا بيشتغل المعيشة هون بلبنان صعبة ما فيش شغل يا بنتي صعبة صح ما فيش شغل ما فيش شغل لا ما فيه آكل صعب صعب سواء ضعب لبنان صعب أنا صعب أنا عارف يا بنتي أنا عارف بس أنت لما بتحكي طيب إيه بيخلك تيجي تقول أحكايتك المسيح المسيح يا رب يسوع وكل يوم يكلمني يا رب يسوع يا حليمة قل لي حليمة بشتب اسمي الله خبري العالم خبري أسطك للعالم هي آية في الكتاب آية في الإنجيل اذهب وخبر كم صنع بك الرب اذهب وخبر كم صنع بك الرب صنع فيني معجزات الرب صنع فيك معجزات صنع فيك معجزات مش ممكن تسيح طب إيه لما بتحكي حكايتك للمسلمين ما بنساهم لما بتحكي حكايتك للمسلم اللي بتبشريه بيصدق ولا ما بيصدق صير الكلب يلطأ ما بيصير أنا عند المسيحية ما بيصدق أنا معجزة الرب أي طبعا ما عجزة طبعا بس بقولك ما بيصدقوش بسهولة أصو موضوع برضو صعب اخذ بالك الكلب يتكلم موضوع صعب يا بوي اللي بتعاون اللي بتعاون مع الرب يصدق لا مش اللي يتعاون هو أخوات مش هده بعض لا اللي يفتع اللي يفتع اللي يفتع أو يعني لكن إنتو حاسين بصدق القصة ما فهاش افتعال أنا بنت عشائر أنا بنت بادية أنا بنت عشائر أنا بنت عرب ربنا يبركك ربنا يبركك صحيح ماني مسقفة بس معاش رعاني لا يا بنتي أنت بنت ربنا أختارك المسيح المسيح هو خلاني يتكلم خلاك تتكلم وتخبر الناس عن قصتك وتخبر الناس ومش بتسكتك أنا صرت ببشرة عشرة من أصحابي بالكنيسة أمين أمين عشرة وصار يروحوا على الكنيسة باليوم مبشرة عشرة كاملين عشرة يا رب يسو مجدا لك يا سو صدقوني 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 وقم للرب عشرة ولا بحب الرب يعني أنت جبت عشرة يا رب أيوان يا رب يسو أنا من صدقك من صدقك من صدقك يا رب الرب بيعمل منك بطل في الإيمان ربنا ده فعلا الله الله يا رب أشكرك يا رب له كل المجد له كل المجد له كل المجد له كل المجد خلينا صلي من أجلك يا حليمة إله 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 المعجزات يا أبونا إله المعجزات بسم الأب والابن والروح القدس له واحد أمين يا رب بشكرك على بنتك اليوم بشكرك على قصتها على اختبارها على شهادتها اللي تلمس القلوب المتحجرة يا رب يا رب يا رب أنت بتكلمنا بتكلمنا بهذه القصص يا رب إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم يا رب خلينا نسمع صوتك ونفتح لك الأبواب ونقولك اتفضل يا يسوع اتفضل ادخل حياتنا ادخل قلوبنا ادخل عقولنا تطهرنا نظفنا يا رب بنشكرك على هذه القصة يا رب نشكرك على حياة بنتك حليمة معاك يا رب نشكرك على حياتها فيك يا رب حبها ليك يا رب نشكرك أنها بتبشر باسمك يا رب أنت بتختار بسطاء الناس يا رب بتختار الناس يا رب اللي أنت أنت القوة العاملة فيهم مش هم أقو يعبع عنفسهم ما هو لو أقو يعبع عنفسهم مش هيعملوا أي شيء لكن أنت القوة يا رب انت القدرة انت كل شيء يا رب بروح اتقال يا رب الجنوب بتصنع من هؤلاء النات البسطاء وسود في الخدمة وسود في التبشير بنتك البسيطة دي جابت عشرة ليك يا رب استخدمها من فضلك سدد احتياجاتها وصلها لجوزها في تركيا اديها حياة معاك يا رب ملقاها كلها نعمة وبركة يا رب يا رب باركها يا رب واسندها وسدد كل الاحتياجات يا رب اعنس وحدتها حتى تلحق بجوز يا رب جنبها كل خطر واشي بالخطر يا رب بارك في الخدمة حسنين والحاجة زكية وبارك في كل من يسمعنا يا رب الآن خدمة لبنان خدمة مصر خدمة القائز خدمة تركيا تونس المغرب اشكرك يا رب اشكرك لك المجد امين 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 اعزائي المشاهدين شكرا حليمة قصتك مش انساها شكرا يا بو يا شكرا قصتك مش انساها يعني لما الكلب يتكلم دي معجزة مختلفة تماما الكلب يتكلم بدل ما يعوعى ولا ينبح يتكلم مجد لك مجد لك يا رب مجد لك اسم المسيح اسم المسيح يتكلم اسم المسيح يتكلم فدي بالك من نفسك ربنا يباركك ويسندك بني سلام رب المجد يكون معاك الله يباركك شكرا عزائي المشاهدين انتظرونا في حرقة جديدة سلام رب